بدأت الصومال بالاتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة في البلاد للمزيد بالتقرير التالي بدأت الصومال بالاتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة في البلاد حيث أصبح هناك العديد من الشركات المحلية التي تستورد الألواح الشمسية بهدف الاستفادة من حرارة الشمس في الصومال وتحويلها إلى طاقة تخدام الطاقة الشمسية تناسب محلات الطقس المرتفعة في الصومال لأنه في صباح ذو الشمس متوفر ويمكن الاستفادة منه طوال اليوم إذلك نستطيع القول إنه من الأفضل أن تستفيد الصومال من الطاقة الشمسية ونحن نوفر هذه الخدمة للسكان إذ يستخدمونها في مجالات مختلفة سواء كانت في مجال التعليم أو المستشفيات أو حتى في مجال الزراعة ورغم هذه البدايات الصومالية الواعدة والمشجعة في إطار الاهتمام بتطوير منظومة الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية إلى أن هناك بعض الإشكالات والمعوقات التي يجب العمل الجدي على تجنبها وتحييدها لتستمر عملية تطوير الطاقة الشمسية نحن نمتلك الكثير من مقومات الطاقة الشمسية في بلادنا ويجب علينا أن نستغلها لأنها تعتبر صديقة للبيع وتوفر الكثير من الجهد بالفعل على الجميع أن يستغل تلك المقومات للمساعدة في نهوض الطاقة المتجددة هذا بالإضافة لما تمتلكه الصومال من الطاقة الشمسية عبر ما يزيد عن 3000 ساعة من إشراق وتوهج الشمس ما يضع البلاد ضمن الدول المالكة لأعلى المتوسطات اليومية من الإشعاع الشمسي في العالم